ما رأيك في أداية المغرب وتوقعاتك لمباراة ربع النهائدة؟ كان سؤالنا على السوشيال ميديا نشوف بقى الإجابات أخبارها إيه؟ نبدأ بنور الهدى؟ كلها ثقة في المتاحة المغربية حاجات فيها تفاعل نور الهدى قالت لك إيه بقى؟ مباراة أو قال لك ما أنا مش عارب كانت مباراة رائعة جدا أداء رجولي وروح وإسرار بجد لا أسرار دي كده بقى بجد مليون مبروك للمسود مبروك لكل العرب بإذن الله في المربع الذهبي ده أبو علي إسلام جابر بيقول صباح الخير عليكم جميعا في رأيي أن أسود الأطلسي جعلوا العرب جميعا فخورين بما قدموه وعاشت الأمة العربية محمد أحمد بيقول أداء تاريخي من رجالة المنتخب المغربي ورغم صعوبة مباراة البرتغال إلا أن المنتخب المغربي يقدر يفرحنا كمان وكمان ويتأهل للمربع الذهبي إن شاء الله برضو محمد خالد ده المغرب لعب مباراة ممتازة إن شاء الله المغرب في قبل النهائدة ستبقى مفاجأة بقى أو مفاجأة ما يسموها الموسم طبعا الموسم وكل موسم ووليد جودة يا رب عالي أنصر الأهلي الغالي ده بيتكلم على الأهلي طيب محمد أحمد عبد الحليم أداء ممتاز ومشرف من المنتخب المغربي الشقيق والنهائي حلو ده بقى قال لك فرنسا والبرازيل عفقة ممكن جدا يعني من نسبة كبيرة ستبقى فرنسا والبرازيل طارق صادق بيصبح علي أنا وأنت يا نهواندو بيقول أداء المنتخب المغربي أداء ممتاز جدا وأكتر من رائع ومشرف وإن شاء الله يقدروا يتخطوا عقبة البرتغال ويصعدوا لدور نصف النهائي لأن المستحيل ليس مغربي محمد عبدالله الشقيري بيقول المغرب فريق مشرف الروح والعزيمة وراء الإنجازات ووليد جودة بيقول عاش الأهلي العظيم الحبيب بس محمد الطباخ قال لك من الآخر بقى هتكسب خلص بقى لنا نعرش ناخده ندي ونرغي هتكسب محمد السعيد المغرب عملت بطولة حلوة إنجاز يشرف كل عرب بصراحة بس للأسف هتقابل خص معانيد وبيعرف يختارق الدفاعات طبعا للبرتغال أكيد هتبقى مباراة فيها خطورة إلى حد ما يمكن أكبر خطورة لحد دلوقتي في مواجهات المغرب يعني فعلا ده الفرقة أو ده المنتخب اللي احنا ممكن نقول قلقانين بصراحة منه إلى حد كبير يحيى بادر بيقول أداء كان رائع جدا من المنتخب المغربي الشقيق الواحد كان فرحان ليهم وزعلان أن مصر ما تأهلتش بس المنتخب المغربي قام بالواجب وكل الوطن العربي الآن هو المغرب نحو إنجاز تاريخي وتحقيق المستحيل إن شاء الله معاك يا مغرب يحيى بيقول نفس الكلام اللي أنا كنتنا بنقول الصبر بالزبط محمد عمر بيقول حاجة مشرفة للمغرب العربي والشرق الأوسط ومحمد أبو فايز بيقول أداء رائع طارق مصطفى صباح خير عليكم أداء المنتخب أكثر من ممتاز أكثر من رائع مشرف فرحونا فرح كل العرب ويخلوا عندنا ثقة كبيرة فيهم إن شاء الله يقدروا كمان يفوزوا على البرتغال وليه لا نستحيل ليس عربيا نستحيل ليس مغربيا هو أنا بقول دايما ما فيش مستحيل أصلا يعني إحنا مش جايين هنا الدنيا عشان يقولك في حاجة مستحيل طول ما أنت عندك حلم تقدر تحققه رغم أن لو كل الظروف قلت لك ما ينفعش أنا ده بشوفه يعني بيدة بتقول أداء عالمي صراحة ويبقى هو الحصان الأسود في البطولة حلم الدول العربية المغرب بتحققه في البطولة أشرف يوسف صباح الفل وأداء فوق الخيال المغرب ضيعت أكثر من انفراد ده حقيقي ودلوقتي خلاص أتوقع من نهاردة أن انقسرت شوكة الخوف وأن بقى فيه ثقة بالنفس عالية إحنا نقدر نناطح المنتخبات الكبرى والوقوف على منصة التتويق كل التوفيق للمغرب الشقيق في المرحلة المقبلة رفعت رأسنا وهو حنقفل بالتعليق ده لأن فعلا كلام جميل ومحترم جدا وإحنا نفس الكلام ده قلناه وعتقد كلنا كعرب بنكرره شكرا